تتنافس الدول حول العالم على الموارد ولعلى رأس المال البشري هو من أهم هذه الموارد على الإطلاق وحين تشهد دولة ما موجة متواصلة من هجرة مواطنيها من أصحاب المهارة والكفاءة بحثاً عن فرص في مكان آخر فإن هذا ينعكس سلباً على اقتصادها ويؤخر نموها وتعرف هذه الظاهرة بهجرة الأدمغة وفي حين تؤثر هجرة الأدمغة على الدول المتطورة كإنجلترا مثلاً والتي يعيش ويعمل 1.1 مليون من خريجي جامعاتها في الخارج إلا أن معاناة الدول النامية من هذه الظاهرة أكبر وأشد بمراحل عدة وبشكل عام فإن خمسة طلبة الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية بعد انتهاء الدراسة إطلاقاً أو قد يتأخرون في ذلك وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن هذا النمط يظهر بشكل خاص لدى أولئك الذين يهاجرون لإتمام دراسة الماجستير أو الدكتوراه كما أن بعض التقديرات تشير إلى أن 70% من الطلبة الصينيين الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم ونصف المخترعين الأفارقة لا يعيشون في بلدانهم ومع هجرة الأدمغة تتناقص الكفاءات في الدولة وترتفع أجورها كما يصبح من الصعب استمرار عملها في مكان واحد وذلك لأن الشركات ستتنافس على استقطابها مما سيرفع تكلفة توظيفها وقد يندفع البعض إلى التعامل مع هجرة الأفراد المتعلمين إلى الخارج عن طريق الحد من مبادرات التعليم وهذا أمر قد تكون له آثار جانبية سلبية فالهجرة هي أحد أهم الأنشطة التي تساهم في تطوير الدول التي تعج بالكفاءات مثل سنغافورا وسويسرا وكندا كما أن فرصة تحصيل دخل أعلى يشجع الناس على الاهتمام بشكل أكبر بالتعليم والسعي للحصول على درجات علمية عليا ثم إن هجرة أولئك الذين يدخلون في طبقة الكفاءات قد تحفز تطوير رأس المال البشري وإن عادوا إلى بلدانهم التي هاجروا منها فإنهم سيجربون معهم مهارات ومعارف وشبكات مهنية تحقق النفع لها ولكن قصص النجاح في التعامل مع ظاهرة هجرة الأدمغة لم تركز على الحد من مبادرات التعليم في الخارج بل ارتبطت بعوامل أخرى لا تتعلق بالضرورة بسياسات الهجرة كالنمو الاقتصادي القوي والاستقرار السياسي لقد نجحت تايوان في استقطاب مواطنيها المهاجرين للعودة إليها بعد عملهم في أهم الشركات التقنية في الولايات المتحدة بعد أن بنت قطاعا صاعدا في مجال الإلكترونيات والتقنية بالاعتماد على أسليب أخرى منها أولا التواصل وبناء شبكات فعالة مع المهاجرين التايوانيين في الخارج لتشجيعهم على العودة ثانيا دعم التعليم المهني بدل التعليم العالي وذلك كي يجد العائدون من الخارج قوة عاملة جاهزة يستفيدون منها ثالثا إنشاء مجمعات علمية شبيهة بالبيئة الموجودة في وادي السيليكون في الولايات المتحدة والتي كان المهاجرون قد اعتادوا عليها هناك ولعل أفضل السياسات التي تشجع على عودة الأدمغة والكفاءات من الخارج والاستثمار بها هو وضع سياسات صديقة للأعمال تحفز على الريادة والمشاريع الجديدة كما أن جودة الحياة تلعب دورا كبيرا في دعم المهاجرين على اتخاذ قرار بالعودة فتوفير المساكن الحديثة والمدارس الجيدة وأنظمة الصحة الفعالة تعد من الأولويات التي تحفز المهاجرين على العودة كما أنه من اللازم أن يرى صاحب الكفاءة في العودة إلى بلاده فرصة على المستوى الشخصي وليس مجرد واجب عليه تجاه بلده وبناء على ذلك فإنه كلما ازدادت فرصهم في التطور على المستوى الشخصي والمهني في بلادهم وزاد انفتاحها على المجتمع الدولي زادت مع ذلك احتمالية عودتهم إليها حين يرون أنهم سيبقون جزءا متصلا بالمجتمع العالمي الأوسع